بسم الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جديد على قناتي ساميرا كويزين تمنى يلقاكم هاد الفيديو انتم بخير وبصحة وعافية ان شاء الله اليوم كنقترح لكم بيتزا المحلات او بيتزا هود بالجبن كيجي مطاطي عجين سهل هاش وبدون ذلك كتجي حشوالدي ده بزاف ورائعة احسن من المحلات صدقوني رائعة جدا كتستحق التجربة ان شاء الله يلعجبكم الفيديو مع عليكم غير تخليوا ليه لايك كتشجيع منكم لمزيد من العضاء ونحتاجه على بركة الله لديكم المقادير مع طريقة التحضير في نفس الوقت نحتاجه للعجين كاس من قياس العنبى دائما من دقيق فرخة او الفينو دقيق القمح صلبا ناعم جدا كاس من الفورص او الفارينا ملعقة طعام الخميرة جافة او خميرة حبيبات ملعقة صغيرة من الملح يمكن يبقى الملح بحسب الضوغ نحتاجه كذلك اتنين معالق كبير او ملعقة طعام من الحليب المجفف ممكن تعوضوه بالحليب السائل واكيد غادي تحتاجه كمية اقل تحت الماء يعني هتاخدو الحليب السائل نقصوه من الكمية دية الماء اللي استعملنا في الوصفة نحتاج ملعقة غير مملوءة من سكر حبيبات ملعقة طعام واكيدا نعطيكم ان شاء الله حتى الماء بقياس العنباب شيئا بقيتو تنقصوه الكمية دية الحليب السائل من الماء اللي استعملنا في الوصفة نحتاج كاس الاول ونخلط جيدا باش كتدوب عندي ديك الخميرة حبيبات نستعمل غير طرابية داوية لهات الشكل ونكمل اضافة الماء اللي عندي منه في المجموعة نحتاجه لجوش كيسان ونصف من الماء الدافئ مايكونش بارد ومايكونش سخون بزاف باش مايقتلش لناء الخميرة سوف نحرك الخليط جيدا ونضيف ليه ملعقة صغيرة من الخل دور تاع الخل كيخلي العجين دينا ما كيجيش ملوك يعني كي نعضو عليه هكي في الفم دينا فكيدوب تمان وكيجي هش بزاف مكيبقاش ملوك او مطاطي غادي نغطي عليه بالفيلم آليموتر ونخليهم يخمروا دوك المكونات في العجين وندوزو دا بالتحضير السلسة نحتاج واحد كيمياء دلت كيلو ديال الطماطم حبام الجزر وبص على متوسطة الحجم اللي قطعتها جوانح فبنسبة للجزر كيحيد لنا داك المشكل ديال الجير اللي كتكون عند بعض الناس كيكلوا السلسة ديال الطماطم كتدليهم الحرقة او الجير فخزو كيحيد لنا او الجزر كيحيد لنا هاد المشكل هادا غادي نضيف فصوص من التون تقريبا ثلاثة او اربعة وانا ما غاديش نضيف الماء غادي نخلي غير ماطيشا قطعتها على جوج غادي مع الحرارة غادي نطلق المادية لها فالي لخفتو ان السلسة ديالتكم تحرق غادي نضيفه واحد اربع كاس انتاع الماء وتغطيه على السلسة وتخليه وهات طيب على خاطرها غادي ندوزو بالدابة للحوش وديات الخضار اللي غادي نعملوها ان شاء الله في البيتزا خديت بصلة كبيرة وقطعتها جوانح وغادي نشحرها في القليل من الزيت مع رشة من الملح وكيف كان قول دائما في الفيديوهات يلما عجبتكم شنو عمل الخضار فانتو ما كتستغنوا عليه فبالنسبة لي غادي نحضر البيتزا اليوم ان شاء الله بالخضار يعني فلافيل والبصل واللحم المفروم وغادي نعمل النوع تاني غير بالسلسة ديال الطماطم والأجبان اللي معروف في المحلات ببيتزا مارغريتا اللي كتكون فيها غير فرماج صافي شحرت البصل شحرت كذلك في الزيت والملح فقط الفعلة في اللون الأحمر والأخضر وغادي نشحر كمية قليلة من اللحم المفروم تقريبا 1-120 جرام ديال اللحم المفروم ممكن تستعملوا صدر الدجاج ممكن تستعملوا السوسيت ممكن تونة يعني كتعرفوا البيتزا كتنوع في خوي دماغ أو الكروفيت فانتم كتنوعوا في الحشوات على حسب الرغبة وعلى حسب الدق ديال أفراد الأسرة ديالكم صافي بعدما شحرتها ضفت لها غير الملح والكمون بنسبة للحم المفروم وغادي نرجعوا للعجينة نضيف ليه نصف كاس من زيت الزيتون أو الزيت بلدية وغادي نضيف كذلك طحين اللي غنعبره هتلاحظو كنستعمل مؤخرا اللغة العربية شوية لأنه كيجيوني أسئلة بزاف على المكونات من الدول العربية فنحاول إن شاء الله ندير مجهودة إن شاء الله والكمال على الله ونكون تمنى إن شاء الله إن نكون وصلت لكم المعلومة صافي ضفت الكاس الأول وكنحرك بدون دلك غادي ندخلو دك الدقيق في الخالط اللي اختمر عندنا في المرحلة الأولى تنحرك جيدا وغادي نضيف الكاس الثالث فكانت رصي ولكن خصني تدارك أننا كان عبر لكم باش تعرفوا شحالك يحتاج منها ديال الدقيق ندخل الكاس الثالث فكل كاس ديال العنبك يرفض 100 جرام فان شاء الله نكتب لكم المكونات بالجرام و بالميلي في خانة الوصف نضيف كاس الرابع وأنا كندخلها كيادك الدقيق في العجين مني عجينة سهلة ولكن كتعطينا واحد النتيجة عفوان كتكون رائعة كيجين العجين كله فرغات وكيجيه شيش يعني الأهل ديالي مبقواش يأكلوا البيتزا برا كيأكلوها في البيت لأنه كتكون نفس النتيجة وحشد الدار كتكون أفضل أكيد صافيا غدي ندخل كدلي ديالك الكاس الخامس فتقريبا في هذه المرحلة الثانية هنحتاجه روحة 500 جرام بـ 510 فعلى حسب النوع انتع الدقيق ممكن نحتاج منكم كتر بوحد شوية يعني بـ 11 أو 20 جرام أو أكتر بـ 11 أو 20 جرام فكتر تعرفوه ده أيما دقيق كان الدقيق اللي كيشرب بزيف سوائل وكي اللي ما كيشربش فانتو معينكم ميزانكم منسبة السيدات اللي غايستخدموا العجنة يرضو بالهم لأن العجنة كتستمر في الدلك بزافة كترخيل العجين واحد شوية صافي هادا كيقولن هو القوام ديال العجين ديالنا غدي ناخد قليل من الزيت وغدي ندهن لأنه العجين كيكون كيلتسق بالأيادي وغدي نقطع العجين ديالنا على قطع صغيرة أو كبيرة فانتو ما كتتحكموه في الحجم ديالبيتزا ديالكم أنا هالكيمية هادية أعطيني ستا ديال الحبات من البيتزا متوسطات الحجم غدي نشكل من ها كورات بدون من نستعمل الدقيق باش ما تنشفش يعني غدي ندخل فيها كيمية ديالدقيق فاك نشكلها غي بدك القليل من الزيت اللي عملت في سطح العمل غدي نخلي الكورات يرتاحوا جانبا بعد ما رشيتهم بشوية ديالدقيق وغدي نمشي ونطحنو السلصة ديتنا اللي طابت كتشوفوا هادا والشكل ديالها غدي نضيف لها دابة توابيل وزيت الزيتون وكيف كنقول دائما فمرات كنحتاجوا وخا نفس الوصفة ونحتاجوا للتغيير هنا ان شاء الله نضيف لها توابيل شوية مختلفة فانتوما بنسبة السلصة ممكن تكتفيوا غير بالملح والإبزار ونضيفوا لها أكيد الزعتر هنا غدي نضيف أني زيت الزيتون غدي نضيف بودرة التوم لأن السلصة عندي كمية شوية زيدة هنحتفظ بها إن شاء الله في المجمد ففي المرة الجاية يكون عندي أكيد الشغل ساهل غدي نحضر غير العجين والحشوة والسلصة راها عندي غدي نضيف البصل المجفف اللي ممكن تستغنائه عليه غدي نضيف الفلفل الأسود أو الإبزار أبيض عندي نضيف كذلك ملعقة كبيرة تقريبا مملوقة من البابريكا لأن السلصة ديالتوماتيشة عندي كتشوفوا اللونتعها شوية فاتح وممكن تضيفون تماما مركز الطماطم أنا ما كان توفرش على مركز الطماطم غدي نضير غير التحميرة أو البابريكا غدي نضيف ملعقة من الزعتر كنحكوها كيابا بالإيد وغنرد هاد السلصة هدي تشحر أو طيب شي شوية باش كتدخل تتنساج مع هديك التوابل وذيك الزيت وأكيد غدي نحتاجو نصحو الضوك إلا خاصنا الملح غدي نضيفوه أنا هنا يضفت كمية إضافية ديال الزعتر لأنه مكانش باين في السلصة غدي نحرك وكتكون عنا السلصة ديالنا واجدها نخليوها جانبان وندوزو إن شاء الله باش نخدمو البيتزا ديالتنا إلا كانت زيارة الأولى لكم لهادي للقناة فمعلكم غير تشتركوا معنا إن شاء الله وتفعلوا الزر اللي كان قبال قبالة ديال زر الاشتراك اللي هو الزر ديال الجرس باش إن شاء الله يجيكم إشعارات عند نزول فيديوها الجديدة على القناة وكنتمنى من الله تعالى نكونوا دائما عند حصن الضن غدي نورقها هكي ما كتشوفو بدلك وكنحاول نضغط على الوسط فقط وكنخلي شوية الجوانب طالعين غنخليها ترتاح واحد شوية غي تخمر واحد شوية وغدي نضغط عو تاني على الجوانب وندخلها الفران غي كتشد راسها كتبقى بيضة مرساش تحمر وقد نضغط لها السلسة ديال الطماطم ودك الخضار كما كتشوفو معي اللي هي البصل والفلفل في اللون الأحمر والأخضر واللحم المفروم وكيف قلت لكم أنا غدي نضغط بعض الحبات يعني مشي هدو هي الكمية اللي حضرت كلها هي فعندي بعض الحبات أخرين كنت عاجنا عاجين ديالبيتزا فغدي نضغط بيزا مارغريتا غيب سوس طومات والفرماج لأنواع ديال الفرماج اللي عندي الإضام والموزاريلا صافي هنا ديال الأجبان نضغط بالقليل من الفلفل وهذه السلسة اللي قلت لكم بعد ما بردت عملتها كيف علبة خاصة بالمجمد ونحتفظ بها إن شاء الله حتى المرة الجاية هتسهل علي المأمورية وأكيد التعليكة والسر تاع المحلات أنهم يضيفوا كميات تاعت الجبنة الموزاريلا اللي تعطينا ديالتي التعليكة وكتجزوينها في البيتزا فكتشوفوها يا بعد ما خرجتها من الفران كتجي رطبا وديك الحاشية اللي خليناها غليظة كتبان الفرق وكتجزوينها بزاف صدقوني من اليوم تبعوغي هادا الطريقة إن شاء الله غاتوا لي محترفين في تحضير البيتزا وهذه هي بيتزا مارغريتا اللي قلت لكم ما تقدروا تنوعوه في الحشوات على حسب الدوق ديال أفراد الأسرة كتجيزوينها بزاف نقدموها السخونة وكتكون فيها ديك التعليكة رائعة والعجين كي يجي رطب كله فراغات في الوسط كما كتشوفو معايا عن قرب والتعليقات ديال الفرماج يا سلام ما شاهدكم فيها كنتمنا إن شاء الله تجربوا الوصفة بطريقتي المتواضعة اللي كنتمنا إن شاء الله إنها تنال إعجابكم كتشوفو العجين كي يجير طب والله كأننا نحن نادل لكناه ونحن نادل لكناه موالو يعني طريقة اللي كتكون مختصرة للوقت خاصة لنا الناس اللي عندهم الخدمة أو مشغولين فكيوفر علينا بزاف الوقيف في الكوزينا نتمنى إن شاء الله تتوفقوا في تحضر الوصفة إلا جربتوها إن شاء الله وما عليكم غيرت ترضع لي من خلال التعليقات فهذا كيفرحني بزاف منك نلقى تعليقات إيجابية كتفرحني بزاف بزاف ما تنسوش اللايك للفيديو كتشجيع منكم تبار تجربوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة للجميع ما بقى لي إلا نودعكم مع الأمل لقاء بكم فيديو جديد كنقول لكم استودعكم في حفظ الرحمن مع السلامة دخلكم مع هذا الصور وإلى المنتقى في فيديو قادم بإذن الله تعالى شكرا لكم